تفضل يا دكتور عبد المقصود أنا شايف إن حل أزمة الكهرباء إننا نعمل حملة توعية بترشيد الاستهلاك وإن الناس تقلل الاستهلاك هو يطفو التكيفات إحنا في أزمة حقيقة يا دكتور عبد المقصود نسبة العجز في التياري الكهرابي فعلا وصلت 25% وترشيد الاستهلاك مش هو الحل حل من وجهة نظري بناء محطات جديدة بوجه عاجل إحنا مش عايزين نخوف الناس ونصدر لهم إن إحنا عندنا مشكلة ضخمة ثم إن المشكلة الاقتصادية صعبة جدا هجيب منين عشان أبني محطات جديدة مش كده؟ مظبوط ولا؟ إيه رأيك يا سات الفريق؟ رأيي رأيي إننا نقول للناس الكلام ده تكلموا مع الناس يا فايدو وفهمهم الوضع الاقتصادي عامل إزاي؟ إحنا لازم نخلي الشعب يشارك معنا في كل التحديات ما ينفعش أبدا إننا نتعامل مع المصريين على إننا أوساء عليهم ده مش صح وبعدين الناس مش بتشتكي إن الحاجة سعرها غالي فنقوم ما نطبطب عليهم ونقولهم ما عليشي استحملونا شوي لا 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 الناس بتشتكي إن الحاجة مش موجودة أصلا وده مش بس في الكهرباء يا دكتور محمود ده في ملفات كتير وقود تموين صحة تعليم إحنا إحنا لازم نتكلم مع الشعب في صدق لو عملنا كده وفهمنا كل حاجة ساعتها هيتحمل ويشارك ويدور معنا على حلول كمان نقول لهم مئة ستة الفئين نقول لهم من التحديات أكبر من الحكومة أنا متفق مع حضرتك إن التحديات أكبر من الحكومة ويمكن تكون أكبر من الرئاسة كمان لكن مش أكبر من الشعب مش أكبر من البلد الوضع في البلد كل يوم بيبقى سوق من اليوم اللي قبلوا والوقت اللي بيدعمه بيتعواضش حالة التظاهر والمطالب الفقوية اللي استمرت لمدة 18 شهر عملت إيه في البلد يا ستة اللواء عملت إيه في البلد يا دكتور محمود أنهكت البلد ودمرت خضرتها أول نفضل من البلد إحنا لازم نتكلم مع الناس وننهي حالة الفوضى دي قبل غيرنا ما يتكلم معاهم واستغل اللي بيحصل ده لأسباب سياسية على حساب المصلحة الوطنية قولوا للناس الحقيقة طب والله والله لو عملنا كده حيبقى أحسن من كلامنا هنا صحيح حنشوف نسيت بقى موضوع الكهرباء ونتكلم في مشكلة البنزين أنا شايف إن مشكلة البنزين في التهريب وبعدين مش عايز أسمع نغمة إن حد يطلع يقول لي زيادة احتياجات السوق يعني هي زيادة احتياجات السوق دي حتيجي منين يعني؟ احتياجات السوق احتياجات السوق ترجمة نانسي قنقر